وصفر صفر بعد يعني ما كان بارة يدودية ما فرضنا ما يكون فيها تحفظ ولا يكون ولا يكون هدف على قلب الغلط بس الحزم الرايد كلهم مطورين الصراحة الأمانة الرايد استعان بالمدربة الأسباني باولو مدربة العين العام الماضي وقدم معاه شغلة حقيقة ممتاز صح الرايد للأمانة ما واجهها المباريات القوية اللي واجهها التعاون التعاون اللعب مع الهلال ومع النصر ومع الاتحاد ومع الاهلي الرايد أقل لكن يما تواجهه وجدنا الرايد الصراحة فريق مهيئ وحتى الحزم الحزم عايد من دوري الدرجة الأولى وقاعد يقدم برات جدا كبيرة الصراحة نتائج ممتازة واللاعب الهولندي جون أعتقد عامل شغل في وسط الملعب شغل ممتاز الصراحة مع فريق الحزم فدورينا الصراحة أصبح معد فيه فريق ضعيف كل الفرق مأهلا في ظل السبعة من يختار محترفين أجانب على مستوى تجده في وضع في وضع الصراحة جيد إذا كان برات الاتحاد والفريحات الرقلة الاتحاد الصراحة مدرب الاتحاد اليوم نشوفنا أشرك نياكاتي وسجل نياكاتي اليوم نسجل هدف لأنه نشوف المبارات الماضية البعض يقول أنه اختفى رومرينه رومرينه لا يمكن أن يكون لعب تسعى ولا أسجل اليوم لا يعني لما يلعب تسعى ونص هنا تتجلى خطورة رومرينه لما يكون لعب تسعى يختفي من أرض الملعب ويصير فيه انتقادات رومرينه وموظاهر لما يلعب في خانته الأساسية اللي يبدع من خلالها تسعى ونص ومعه الآن كورنادو لعب عشرة ويكون زي نياكاتي رأس الحربة هنا هتكون قوة ضاربة هجومية لفريق الاتحاد حقيقة برضو اليوم منح فرصة للحافظ خلال مبارات اليوم وتمكن من التسجيل فالمدرب الصراحة قاعد يعمل توريفة وقاعد يشتغل لأنه مبارات الجهية هيكون أنا أتصور شكل الفريق الاتحادي مش الاتحاد بس هي صداره ده للمنافسة لازم يكون في تهياء اللاعبين الآخرين شكل الفريق لازم يكون أفضل فمبارات اليوم كانت الصراحة جدا جدا مفيدة الاتحاد في نفس الوقت مفيدة لفريق الفيحة فريق الفيحة حتى هو يخسر مبارياته الكل يطلع مجمع أنه فريق الفيحة قاعد يقدم مستوى حل الصراحة فريق عايد أنا الفيحة الصراحة بكل أمانة أبعد آخر مباراة قبل الهبوط حزينت عليه لأنه يوم ما لها أحداث دينماتيكية يمكن الكابتن محمد داري عنها بتفاصيلها فريق الفيحة قاعد يقدم كورة حلوة الصراحة كورة جيدة في أرض الملعب فريق ممتع يخسر لكنه مقنع فالمباريات التجربية تعطينا مؤشر لعودة إن شاء الله قوية وانطلاقة قوية للدوري صح الدوري بمطبات التوقف لكن مع ذلك الدوري محافظ على قوته برضو بديل استعدادات والمباريات التي تابعناها خلال اليومين الماضيين أعتقد الفرق تتهيأ لجولة ستكون ممتازة لا سيما أجواء المنتخب وانتصارات المنتخب تنعكس إجابا حتى أهل الفرق على كل المنافسات بس جلست مع كم اتحاد يا أبو أحمد يقول يقولي بعد فوزنا عن نصر تعادل مع التعاون فوز على الأهلي يقول كنا فيه فورمة الانتصارات لو واجهنا ضمك في الجولة الثامنة اللي هو ثاني الترتيب يكون بنفرق بشكل كبير في سلم الترتيب يقول الآن الفترة هذه أخاف أنها تموت حيل الشباب والاتحاد عادة أنا أتفق مع دي الرؤية أنه الاتحاد عادة يجي بعد التوقف شوية يعني راخي مش مثل عادة لكن أتوقع أنه فيه عمل إداري خلال الفترة الحالية عمل إداري كبير حتى الجهاز الفني والجهاز الإداري أستهلوا إمبارات المنتخب كده فجأ لقيتهم من شاء الله خرجين وراحين كده عشوة سمك كده حلو يعني الناس شقالة على مدار الساعة فهذا الشغل له تهثيره الصراحة الإيجابي على الفريق فالجمعات هذه وهذا العمل حتى مدرب ضمك اليوم عازم اللعبة على العشاء هذه الحوارات مو بس الاتحاد اللي عازم اللعبتها إحنا إحنا بطبيعتنا الجانب المعنوي في كل الفرق في العالم تفرق بس إحنا من زود عندنا الجانب المعنوي يفرق مع اللاعب يتحدث مع اللاعبين القدامة كلهم يقول لك اللمة هذه تفرق أحيانا بعض الخسائر تلقى على طول يجتمع وجبة والاخير ترى مو الفكرة وجبة عشان يصير فيه نقاش مفتوح يصير فيه نقاش حر بدل النقاش اللي في وسط الملعب اللي في التدريب في الأجوار الروتينية لما يكون في أجوار عادية يكون التصحيح أعتبر إنه مثالي أنا حقيقة أتوقع الجولة الجاية مو زي كل الجولات في عودتها ببطوة لا أتوقع إنه جاية نار وأنا أرى إنه عكاسات وانتصارات المنتخب لها تكتمل بمشيئة الله يوم الثلاثة سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي ستلقي بضلالها الإيجابية على الدولة المحلية يارو